بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله وأهلاً وسهلاً بكم معنا في قناة جيش يتيوب معكم رندا عياد في برنامج رسائل إيمانية موضوع حلقتنا اليوم كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستعد للعبادة في العشر الأواخر من ليالي رمضان كيف كان يتحرى ليالي القدر في هذه الأيام العظيمة المباركة فيجب علينا الاهتمام والتركيز على هذه الليالي العظيمة لما فيها من أجر وثواب وبركة فكلنا نعلم بأن هذه الأيام الأجر فيها مضاعف فالعبادة في شهر رمضان الكريم عبادة لها أجر عظيم وأجرها مضاعف عند الله عز وجل فما بالك بليلة القدر فليلة القدر من أعظم ليالي العام فإحياؤها بالعبادة خير من عبادة ألف شهر بنص القرآن الكريم فقد قال الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم فالعبادة في ليلة القدر كأنك عبدت الله عز وجل بما يزيد عن 83 سنة تقريبا عبادة متصلة صلاة وصيام صدق وقيام ذكر وقرآن ومن أجل ذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من تفويت هذه الليلة العظيمة عندما دخل شهر رمضان الكريم فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم فلا يجب علينا التهاوى في إحياء ليلة القدر والقيام والعبادة فالأجر فيها مضاعف عند الله عز وجل فالقرآن الكريم نزل في هذه الليالي العظيمة خاصة ليلة القدر فقد قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العظيم والملائكة تتنزل في ليلة القدر ومعهم جبريل عليه الصلاة والسلام فقد قال الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تخيلي معي أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان أيام الدعوة نزل عليه جبريل عليه السلام وهو لم ينزل بعدها إلا فقط في ليالي القدر فهذه الليلة عظيمة عظيمة جدا عند الله عز وجل وهي بركة في أعمارنا فتقدر العبادة فيها عن ألف شهر ثلاثمائة وثمانون سنة فلنستغل هذه الليالي العظيمة حتى نكون من سعداء الدنيا والآخرة في هذه الليلة العظيمة الملائكة تتنزل تتنزل وتتنزل معها البركة والرحمة وهذا يعني أن الدعاء فيها مستجاب وأن الملائكة تؤمن على دعائك فلنغير أقدارنا بالدعاء في هذه الليلة العظيمة فالدعاء يغير القدر فلنستغل هذه الليالي العظيمة باستغلال هذه البركة والرحمة بالدعاء والعبادة والدعاء لأنفسنا ولأهلنا فمن قام هذه الليالي المباركة العظيمة تصديقا بالله وبوعده وطلبا للأجر والثواب غفرت له الذنوب السابقة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فالله سبحانه وتعالى يعتق من النار في كل الليالي رمضان المبارك والعتق في العشر الأواخر منه أعظم وأكبر وأجل فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ولله اعتقاء من النار وذلك كل ليلة فهذه العشر الأواخر فرصة ثمينة للمسلم فليتدارب كل منا ما فاته وليختم له بالخير فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم فلنستعد للعشر الأواخر من رمضان الكريم استعد لها من الآن وخطط لها من هذه اللحظة واجعلها خطة معقولة متقنة فقليل دائم خير من كثير منقطع واعتمد فيها على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان فحرص على الاجتهاد في سائر الأيام العشر الأخيرة وكأنهن جميعا ليلة القدر حاول أن تعبد الله عز وجل في الأيام العشر الأخيرة وكأنها كلها ليلة القدر فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان نعم هذه الليلة في السبع الأواخر أقرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر وهي في أوتار العشر الأواخر أرجى فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان فقد كان السلف الصالح يقرؤون القرآن في رمضان في الصلاة وغيرها ويجب علينا الاكثار من قراءة القرآن الكريم ليلا ونهارا فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام كان يلقى النبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن وهكذا كان السلف الصالح يقرؤون القرآن في رمضان في الصلاة وغيرها فقد كان أبي حنيفة والشافعي في رمضان يختمون القرآن الكريم ستون ختمة في غير الصلاة وكان بعضهم يختم القرآن كل ليلة من ليالي العشر وربما أشكل على بعضهم ثبوت الناهي عن قراءة القرآن الكريم في أقل من ثلاثة ليالي وكان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان الكريم فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء ومن الاستعداد لهذه الليالي العشر أن نكثر من قراءة القرآن الكريم ومن الدعاء والاستغفار ومن صلاة التراويح حتى نتحر الثواب والأجر عند الله عز وجل فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها وفي لفظ ما أدعو قال الرسول عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفوا تحب العفو فاعف عني فالدعاء مستجاب أثناء الصيام فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يرد دعاؤهم الصائم حتى يفطر قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد فينبغي عليك أن تكثر من الدعاء بصلاح دينك ودنياك وآخرتك فيجب أن نكثر من الدعاء ونحدد أهدافنا من هذه الأدعية أن نسعى لسعادة الدنيا والآخرة فينبغي علينا أن نكثر من الدعاء بصلاح ديننا ودنيانا وآخرتنا ولا ننسى أن نخص بالدعاء الأهل والأقارب والوالدين والمعارف والإخوة المسلمين في كل مكان بدعوات صالحة وحاول أن تشارك أهلك وأقاربك ومعارفك ومن حولك معك في العبادة وتعينهم عليها وتحثهم إليها فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله فبإصلاح الأسر والعائلات تصلح المجتمعات وبإفسادها تفسد المجتمعات قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتهجد في الليالي العشر في ليالي رمضان فقد كان يقرأ القرآن قراءة مرتلة ولا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل الله عز وجل الرحمة ولا بآية فيها عذاب إلا تعوذ منها فيجمع بذلك بين الصلاة والقراءة والدعاء والتفكر وهذه أفضل الأعمال وأكملها في ليالي العشر وغيرها فلنستغل هذه الليالي العظيمة الليالي المباركة والنقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام ولنتعبد الله عز وجل في ليالي العشر الأواخر ولا ننسى قراءة القرآن الكريم وصلاة التهجد وصلاة الترويح ولنكثر من الدعاء فالدعاء يغير القدر دمتم بخير حياكم الله وإلى لقاء آخر في حلقات رسائل إيمانية ترجمة نانسي قنقر